جدت رحيب بكل مشاهدينا وبسعيدني طبعا وشرفني ان يكون معايا النهاردة الكابتن عمر ديسوئي نجم النادي مصر بورسعيدي ومنتخب مصر الحديث عن تفاصيل مباراة منتخبنا مع منتخب المغرب على الميدالي برونزية في أولمبياد باريس 2024 كابتن عمر اهلا بحضرتك حبيب محمد وحبيب ارحب بك جدا كاول ظهور لي معك وان شاء الله دايما طلتك يعني انا بشوفها برا طلتك حلوة على الشاشة وان شاء الله ربنا وفقك في القادم يعني ويبارك لك طبعا على يعني البعنامج بتعاك الله يبارك حضرتك الله يبارك حضرتك خليك خليك نبدأ كده سريعا عن المنتخب الأولمبي يا طرى بتتفق معايا ان الجيل الحالي المنتخب الأولمبي ده بداية جيل جديد للقرى المصرية بعد فترة وغياب سنوات قوي ان المنتخب الأولمبي ما بيطلعش حد ما بيشوفش حد كده الجيل الأولمبي يعني يطلع للفريق الكبير بص هو يعني دايما كل فترة كده بتلاقي نفسك في مواهب بتتصدر للقرى المصرية على فترات كبيرة جدا ده مش راجع لها خلي بالك التخطيط ولكن راجع لها الموهبة موهبة اللاعب الحقيقية وده اللي بيحصل فعلا في المنتخبات والطبيعي ان احنا يعني احنا كتربية منتخبات من زمن كنا دايما كان فيه أسس دايما لمنتخبات الناشئين ومنتخب الأول ومنتخب الأولمبي ان دايما أجيال بتسلم أجيال وده يمكن انقطع الحال يعني بقى له أكتر من يعني ست سبع سنين وده سبب تظاهر الكرة المصرية أو عدم النتائج الجيدة بالنسبة للكرة المصرية في الفترة السابقة وعايز اقول ان هو التخطيط مهم جدا بالنسبة للأمر ده لان النهاردة انت لما بيبقى فيه مرحلة تخطيط بالنسبة للمنتخبات الناشئين والمنتخب الشباب ومنتخب الأولمبي أكيد بتطلع الزريعة بتاعتك اللي هو شفنا يعني بطولات كبيرة جدا زي جيل أبوتريكا والجيل اللي أنا كنت فيه والجيل اللي قبليه يمكن كابتن حزم إمام وكابتن حسام حسن كان دايما هم الأجيال بتطورس أجيال وده اللي يمكن انقطع الحال بأن أكتر من سبع أو تمان سنين مش قادرين نوصل للمرحلة دي فأنا شايف ان فيه سوق للتخطيط بالنسبة لمنتخبات الناشئين وده الأزمة الحقيقية اللي احنا بنتعرض لها ولما يطلع بقى منتخب زي دوت عنده مواهب ياريت نحافظ عليه ونحاول نكمل على الشكل الجايد اللي احنا بنشوفه